أهلا بكم أصدقائي جولة سياحية إلى الكاميرون والتي يوجد بها واحدة من أخطر البحيرات في العالم هي بحيرة نيوس التي تسببت عام 1986 في مقتل أكثر من 1800 شخص بسبب الانبعاسات السمة تفقد الكاميرون حوالي 850 ميل مربع من الغابات في كل عام بسبب عمليات إزالة الأشجار بصورة عشوائية يبلغ متوسط عمر الفرد لكل من الجنسين في الكاميرون حوالي 55 عام ويموت يوميا حوالي 12 شخص بسبب حوادث السير بالإضافة إلى عشرات الجرحاء كنا في جولة سياحية سريعة إلى دولة الكاميرون بإفريقيا